موسيقى الرئيس العليمي يتسلم بالعاصمة عدن أوراق اعتماد سفراء جنوب إفريقيا وبولندا وكوريا والمملكة المتحدة وفرنسا موسيقى الدكتور خالد باحاح يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي بمناسبة تعينه سفيرا بجمهورية مصر موسيقى رئيس الوزراء يستقبل بالعاصمة عدن السفير الكوري لدى اليمن موسيقى لجنة المناقصات بحضر موت تقر مشاريعا في القطاعات المياه والصرف الصحي والجسور والمنشآت الإدارية موسيقى محافظ المهرة يتفقد الأضرار التي خلفها إعصار تيج بمديرية حصوين ويتفقد أعمال فتح الطرقات وعودة الخدمات موسيقى أينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل نشرة الأخبار من قناة عد بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأربعاء برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وعبر رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس عن خالص التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بقصر معاشيق بالعاصمة عدن أوراق اعتماد سفراء جنوب أفريقيا وبولندا وكوريا والمملكة المتحدة وفرنسا وفي لقاءات منفصلة رحب الرئيس العليمي بالسفراء الجدد مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم لتمثيل بلدانهم وخدمة العلاقات الثنائية على أكمل وجه ووضع الرئيس العليمي سفراء الجدد أمام تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية بما في ذلك مستجدات جهود السلام التي يقودها الأشقاء في السعودية وعمان والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الماليشة الحوتية على التعاطي الجاد مع هذه الجهود والتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعمها الإيرانيين وإلى ذلك تطرق الرئيس العليمي إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة وتداعيته على الأمن والاستقرار في المنطقة وكذت دور المطلوب من المجتمع الدولي لحقن الدماء وتحقيق التطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العالمي بقصر معاشيق بالعاصمة عدن خالد محفوظ باحاح وذلك بمناسبة تعينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية وعقب ذلك التق الرئيس العليم بالسفير باحاح وحته على الاطلاع بمسؤوليته الكاملة في تمثيل الجمهورية اليمنية كرئيس لبعتتها الدبلوماسية في القاهرة والعمل على رعاية مصالحها وخدمة رعاياها المقيمين والوافدين إلى جمهورية مصر العربية وبما يجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشغيقين في مختلف المجالات بعثا لواء دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقية تعزية ومواساة في وفاة المقدم صالح أحمد الجريري الشخصية السياسية والاجتماعية عضو الهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعة بمدينة الديس الشرقية وعبر اللواء الزبيدي في البرقية عن خالص تعزيه وعظيم مواساته إلى أسرة ودوي الفقيد ومشاطرة لهم أحزانهم في هذا المصاب الجلل مؤكدا بأن الجنوب خسر برحيله المقدم صالح الجريري واحدا من أبرز المناضلين الذين ظلوا ثابتين على مبدأ وهداف ثورة شعب الجنوب وحتى وفاته أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية للواء سلطان العرادة بأن ملف الأسرة والمختطفين هو ملف إنساني بحث لا يقبل المساومة والابتزاز الذي تمارسه مليشي الحوثي لتحقيق المزيد من المكاسب جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار السياسي ومسؤول ملف المحتجزين بمكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن رضوان نور بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرة والمختطفين وفي اللقاء أكد اللواء العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمعالجة ملف الأسرة والمختطفين من خلال تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بشأن إتمام عملية التبادل مع المليشي الحوثية داعينا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط الكافية على المليشي الحوثية لتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة وفي مقدمتها اتفاق ستوك هولم الذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرة والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالعاصمة عدن سفير كوريا لدى اليمن دوب جون كاي والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة اليمنية الكورية في مختلف المجالات بما في ذلك الدور الإنماء والإنساني للأصدقاء الكوريين اتجاه الشعب اليمني والموقف الكوري الثابت والداعم للشرعية في اليمن وحرصها على إحلال السلامة وفقا للقرارات الدولية الملزمة بما يؤدي لعودة الدولة وإنهاء انقلابها وكذلك وضح حادة لمعاناة اليمنين وطلع رئيس الوزراء من السفير الكوري على المشاريع الجاري تنفيذها في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظتي حضر موتى وتعز والتوجهات المستقبلية للمشاريع لإسناد جهود الحكومة في الجوانب التنموية والاقتصادية ومنها استعراض الإصلاحات الحكومية الجاري تنفيذها والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية بما في ذلك الجهود المبدولة للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية اطلع الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية على الحالة الأمنية بمحافظة أبيان ومستوى جهزية القوات الحزام الأمني بالمحافظة جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة عدن العقيد عبد الرحمن ناصر نائب قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبيان وعددا من قيادات الحزام بمحافظة أبيان حيث شدد الكثيري على أهمية بقاء قوات الحزام في حالة استعداد قصوى لمواجهة أي تدخلات أمنية وحماية المسافرين في الطريق الدولي من أعمال التقطع والحرابة وملاحقة الخارجين عن النظام والقانون وإحالتهم إلى لجهزة القضائية لينالوا عقابهم الرادع مجددا دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لكافة الجهود الأمنية بمحافظة أبيان والعمل على توفير احتياجات بما يمكنها من أداة مهامها في فرض الأمن وحماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة التقى القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي الكثيري رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالعاصمة عدن رائد بن قاسم ونائبه الدكتور عمار عبد الرحيم وطلع الكثيري خلال اللقاء على الجهود التي تبدلها المؤسسة لإنشاء أول جامعة متخصصة في الدكاء الاصطناعي بمحافظة لحج بذعما من دولة الكويت الشقيقة والتي ستضم عددا من تخصصات تقنية للمعلومات والروبوتات والإدارة وغيرها وذلك لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة على مستوى العالم وتطرق اللقاء إلى جملة من المشاريع التنموية والإغاثية في مختلف المجالات التي توليها المؤسسة اهتماما كبيرا بمحافظات الجنوب متمن الدعم المنقدم من دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانب الجنوب وشعبه بأحلق الظروف كما أكد الكثيري دعم المجلس الانتقالي لجهود مؤسسة التواصل الإنساني وتقدم كافة التسهيلات لها عبر الهيئات واللجان والدوائر المختصة لإنجاز مهامها بكل سلاسست واقتدارا التقى علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية عبد الكريم الشعبي رئيس فرع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بالعاصمة عدن واطلع الكثير من الشعبي على أوضاع فرق النقابة بالعاصمة عدن وبرامجها لإقامة الندوات الصحفية والإعلامية ومنها الفعاليات والأنشطة المختلفة وما أنجزه فرع النقابة لعطي شراكات مع الجهات الإعلامية الجنوبية لتطوير عملها مؤكدا دعم المجلس الانتقالي للخطط والبرامج التطويرية لعمل فرع النقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بالعاصمة عدن وجهوده لفتح أفاق جديدة للعمل الصحفي والإعلامي وعمل شراكات مختلفة مع الجهات الصحفية والإعلامية الجنوبية عقد وزير الدفاع الفرق ركن محسن محمد الداعير اجتماعا موسعا بالعاصمة عدن برؤسة هيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع وقيادة محور تعز واستعرض الاجتماع طبيعة الموقف على امتداد مسرح العمليات وعدد من تقارير الأداء الأسبوعي في الجوانب التدريبي والإعداد المعنوي واللوجستي ومنها عقد المؤتمرات التحليلية السنوية في مختلف مناطق ووحدات القوات المسلحة وشدد وزير الدفاع على أهمية إقامة المؤتمرات التحليلية السنوية لمراجعة سير الأداء وتعزيز الجوانب الإيجابية واكتشاف مكامل الإخفاقات والقصور والعمل على التلافيها مشيدا في ذات الصدد بالمناطق والقوات التي نجحت في إقامة مؤتمراتها السنوية ومؤكدا على أولوي يد ملف الشهداء والجرحى ومعالجة أوضاعهم لدى قيادة الوزارة الدفاع بعث وزير الزراع والري والثروة السمكية سالم السقطري مع مدير منظمة الأغذية والزراع بعدان الفاو دكتور وليد صاد صالح خطة مشاريع المنظمة بالمراحل السابقة والصعوبات التي واجهتها ومنها المعالجات لتغلب عليها وأهم الاحتياجات اللازمة للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي وتطرق اللقاء إلى المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ للمنظمة بشراكة مع المؤسسة العامة لإكثار البدور وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي كما استعرض اللقاء أبرز التدخلات والمشاريع التي يحتاجها القطاع السمكي بالأخص مشاريع الاستزراع السمكي وتهيل المختبر المركزي لجودة الأسماك وتزويده بالأجهزة اللازمة وعمل دراسات بتلك الاحتياجات لتقديمها لجهة المانحة للبحث عن تمويل لها بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باديب بالعاصمة عدن مع مدير مكتب منظمة اليونس في عدن إشفاق الرحمن تعزيز التنسيق لتنفيذ مسح تحليلي الفقر للطفل متعدد الأبعاد ومنهجية العمل وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المتابعة لتنفيذ المسح وتحضيرات عرض نتائج المسح العنقودي كما بحث وزير التخطيط مع مدير مكتب الأمم المتحدة تنسيق شهن الإنسانية الأوتشا بعدا الترتيبات المشتركة لعقد ورشة عمل الإطار العام للتنمية المزمع عبده نهاية شهر نوفمبر الجاري بمشاركة ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحديد الخطوات العملية المطلوبة لوضع التدخلات والحلول التنموية المستدامة بالمراحل القادمة ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باديب بالعاصمة عدن مع نائب المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بمجالات تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وأشاد الدكتور باديب بجهود الصندوق محققه من نجاحات في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته ومتطلباته الأساسية مؤكدا حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للصندوق الاجتماعي للتنمية ودعم مهامه وهدافه التنموية بعموم المحافظات رفع محافظ حضر موت مبخوط مبارك بن ماضي عظيم التعازي والموسى في وفاة الموفور له بإذن الله المقدم صالح أحمد حسن الجريري الذي وفته المنية الصباح الأربعاء بمديرية التديسة الشرقية ونقل المحافظ التعازي لأولاد الفقيد ولقائد كتيبة حماية المحافظ المقدم سامي محمد الجريري في وفاة عمه مبتهلا إلى المولى تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وإسكنه فزيح جناته وإيلهم أهله وذويه الصبر والسلوان دشنا محافظ حضر موت مبخوط مبخوط مبارك بن ماضي البدي بتنفيذ مشروع تأهيل وترميم كورنيش المحضار بمنطقة خلف بمدينة المكلة ووضع المحافظ حجر الأساس لمشروع بناء محطة بتروليات تابعة لشركة النفط بساحل حضر موت في منطقة خلف ويهدف المشروع لإعادة تأهيل كورنيش المحضار من إقامة قطاعات تربهية وعائلية وشبابية مجهزة بخدمات عامة ومنها ملاعب ومسطحات خضراء وجلسات عشبية وبلاطية ورملية ونصب لمنارة المحضار التاريخية إلى جانب ممشى للمواطنين فيما يشمل المشروع المحطة البترولية على مبنى الإدارة والسوبرماركت وتوابعها ويهدف إلى توفير المشتقات النفطية لخدمة احتياجات سكان أحياء مدينة المكلة القديمة ومنطقة خلف وسيارات النقلة العامة بمدينة المكلة وتوفير فرص العمل للشباب قررت لجنة المناقصات بحضر موت في اجتماعها بالمكلة برئاسة محافظ حضر موت مبخوط بالماضي اعتماد عدد من المشاريع في قطاعة المياه والصرف الصحي والجسور والمنشآت الإدارية حيث تم بالاجتماع اقرار مشروع توريد مواد للتحسين شبكة المياه الداخلية جوار مسجد الشهداء بحي اكتوبر بديس المكلة واعتماد مشروع إعادة تأهيل جسر حويرة بمنطقة العيون بمدرية غيلبا وزير واعتماد مشروع تأهيل موقع رفع المجاري الحالي بمنطقة الرملة بوادي سمعون بمدرية الشحر وأقرت اللجنة اعتماد الأعمال الإضافية ببمن الإدارة المحلية بمدرية دوعا كما أقرت لجنة المناقصات انزال هذه المشاريع في مناقصات عامة وإحالة بعض المشاريع للجهات المختصة لمراجعتها والرفع بها شاهد وكيل محافظة حضراموت لشؤ مدريات الوادي والصحراء عامر العامري ومعه مدير عام مديرية سيئون محمد العامري الاستلام الابتدائي لموقع منطقة السحيل بمدينة سيئون بعد رصفه وإعادة تأهيله وفي مراسم الاستلام أشهد وكيل المحافظة بجهود العمل المنفذ والالتزام بالفترة الزامنية المحددة من قبل الجهات المنفذة منوهم بتدخلات منظمة اليونيبز في تأهيل وتطوير البنية التحتية بمديرية سيئون والتي تستهدف مشاريع بقطاعات الطرق والصحة والمياه وغيرها كما أشار إلى تطلع السلطة المحلية لتوسيع دائرة الشراكة في المشاريع التي تتدخل فيها المنظمة لتشمل قطاعات ومناطق أخرى بوادي وصحراء حضراموت في المراحل القادمة وكما دشن وكيل المحافظة لشوم مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بمدينة سيئون الورشة التعريفية لمشروع تعزيز الأصول للأسواق وفي التدشين أشاد وكيل المحافظة بالمشروع الذي يهدف لدعم وتطوير المنتجات المحلية على مستوى الجودة وكذل قدرة على التعليب والتسويق بالتقنياتها المتقدمة حادثنا الجهات الداعمة والمنفذة لهذه المشاريع على التوسيع دائرة الاستهداف لتشمل عدد من المنتجات المحلية الأخرى كما أكد الاستعداد السلطة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة في سبيل نجاح المشروع وبدوره أشاد مدير المشروع ماهر خان إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الثغرات الموجودة في قطاعات التجارة العسل والبصل بحضر موته من خلال تحسين جودتها بتطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق اطلع المدير العام لمدرية الشهر الأستاذ عادل باعكابا على سير الأعمال النهائية لمرحلة مشروع سيارة غرف التفتيش وخط المجاري الممتد من ليبيا بالمحط وحتى المجورة وبتمويل من السلطة المحلية بالمديرية وفي النزول الميداني للموقع تعرف المدير العام من المقاول المنفذ على أعمال التأهيل التي تمت للخط وغرف التفتيش موضحا أن مشروع التصفية وإعادة التأهيل سوف يحد من طفح المجاري في هذا الخط معربا عن ارتياح لما شهده من أعمال تم إنجازها خلال الفترة المحددة وفقا للمواصفات المتفق عليها قام مدير عام مديرية الريدة وقصير عبد الباصل باحمد بزيارة ميدانية للإطلاع على الأضرار التي لحقت بمنطقة كروشوم الزراعية والتي تمثلت في وجود بحيرة من المياه تمتد ما يقارب 300 متر الأمر الذي ينذر بكارثة صحية وأعاقة الطريق الواصل بين كروشوم وعاصمة المديرية الريدة وقصير وأوضح المدير باحمد بأن هذه الزيارة الميدانية للمنطقة كروشوم تأتي بتوجيهات من محافظة المحافظة بمعالجة أثار الإعصار تيج الذي اجتاح المديرية مؤخرا موضحا بإعادة ربط المنطقة بالريدة الشرقية والتي عملت السلطة المحلية بالمديرية على فتح الطريق آخر يتمتد مشيرا إلى تقديم أكثر من 100 سلة غذائية من قبل الهلال الأحمر لمتضرر منطقة كروشوم واعدا باستمرار المعالجات لأثار الأضرار من قبل السلطة المحلية والجهات الداعمة دشانا مدير عام مديرية الريدة وقصير الأستاذ عبد الباصط باحمد ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية فؤاد السهب العيادات الطبية المتنقلة بمنطقة كروشوم ضمن حملة الاستجابة الصحية الطارئة للمتضررين من إعصار تيجة وطاف المدير العام على أقسام العيادة المتنقلة التي تتضمن قسم المختبرات وعيادة النساء والولادة والأطفال وعيادة الباطنين ومستوى القبال الكبير من قبل المواطنين بالمنطقة متمنان اهتمام السلطة المحلية بالمديرية بالقطاع الصحي وجهودهما المبدولة في المديرية أكد الأستاذ أمين بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت إن ثمار الشراكات الفاعلة مع المؤسسات والجهات المانحة والداعمة للتعليم تحقق نجاحا في تدخلاتها ومساهماتها للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظات والمديريات وأشار بعباد خلال لقائه بمكتب ديوان الوزارة بالمحافظة مع وافد من مؤسسة السناد للتنمية والأعمال الإنسانية إلى أن رؤيتنا تمضي وفقا لما قطط له في تسويق عددا من المشروعات التربوية والتعليمية المحلية وخارجيا من جانبه أوضح سالم من ديحيم رئيس مؤسسة السناد إلى أن هذا اللقايات للبدء باليات التنفيذ الفعلي للتدخلات التي سيتم تمويلها من قبل المؤسسة مضيفا أننا على استعداد لتمويل برنامج ونشاطات تربوية وتعليمية تسهم في الارتقاء وتحسين جودات ومخرجات التعليم بمحافظة حضر موت دشن الأستاذ أمين بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت بمدرية المكلة نشاط التعليم التعويضي وخلال التدشين تعرف المدير بعباد على شرح وافي عن مكونات المشروع الذي يتضمن حزم من البرامج النوعية في مجالات التدريب والتهيئة للإدارات والمعلمين ومنها توفير أدوات مواد التعلم وتطوير التعليم البديل للتعليم التعويضي للتلاميذ والطلاب وغيرها من التدخلات في البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية شاكرا جهود الجهات الداعمة والمنفذة لهذا المشروع الذي يستهدف عشرين مدرسة بالمدارس مديرية المكلة شهد المهندس مازن عبد الحكيم بن مخاشن مدير عام الكهرباء بساحل حضر موت الجهد التي تبدو لها الطواقم الفنية التي لبه نداء الوطن تجاه إخوانهم بمحافظة المهرة المتضررين من إعصار تيجة الأسبوع الماضي وقال بن مخاشن أن هذه الوقفة التي لبى لها هاولاء الثلة من مهندسي وعمال كهرباء ساحل حضر موت هي امتداد للنداء التي أطلقته السلطة المحلية بالمحافظة للوقوف مع أخوانهم بالمهرة وقد سطروا خلالها أبلغ معاني الجسد الواحد بجانب إخوانهم وأهلهم ساعيا منهم في عودة تيار الكهرباء بعد أن تعرضت منظومة الكهرباء للضرر الكبير نتيجة للحالة المدارية إعصار تيجة معبرا عن شكره العظيم وامتنانه لكل العمال والمهندسين الذين لا يزالون يواصلون أعمال الصيانة في إصلاح الأعطاء عقد بمؤسسة كهرباء ساحل حضر موت بالمكلة اجتماعا للوقوف أمام الترتيبات والاستعدادات لتنفيذ ندوى عن الكهرباء بحضر موت التي من المقرر أن يقيمها مؤتمر حضر موت الجامع جرى ذلك خلال اللقاء الذي عقده الأمين العام المساعد لمؤتمر حضر موت الجامع الدكتور عبد العزيز الصيغ بالمدير العام لمؤسسة الكهرباء المهندس أمازين بن مخاشن واناقص الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ ندوى ومحاورها وما تحمله من أهداف تخذ امتطاع الكهرباء وتطويره دشن الدكتور محمد الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت وبحضور مندوب منظمة بيورهندس الدولية سلام شحنة أدوية تخصصية مقدمة من منظمة بيورهندس الدولية وخلال التدشين أعرب الجمحي عن شكره وتقديره لمنظمة بيورهندس الدولية على هذا الدعم مؤكدا إن هذا الدعم سيسن في تخفيف معاناة الكثير من المرضى والذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج الباهضة وإلى محافظة المهرة حيث تفقد محافظها محمد علي ياسر الأضرار التي خلفها لإعصاب تيج بمدرية حصوين وأحوال المواطنين والمناطق المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول وسير الأعمال الجاري في فتح الطرقات وعودة الخدمات الأساسية للمواطنين وخلال الزيارة التفقدية طلع المحافظ على حجم الأضرار التي تعرض لها طريق الغيضة حصوين الواقع على مسار الخط الدولي الساحلي وما ألحقه الإعصار من أخراب في الممتلكات العامة والخاصة في مناطق متضررة وأوضح المحافظ بن ياسر لأن مدرية حصوين لشت تضررا من الإعصار وتعرضت الأضرار جسيمة في البنية التحتية ويعاني المواطنين من ظروف إنسانية صعبة للغاية مؤكدا منها بحاجة ماستا لتدخلات عاجلة من الحكومة والجهة المانحة موجها بالشكر للإخوة بمحافظة حضر موت وذلك على وقفتهم الأخوية وإرسالهم لقافلة إغاثة وفرق فنية لمساعدة إخوانهم المتضررين بمحافظة المهرى هذا وخلال زيارة تفقدية ألتقى المحافظ بن ياسر الفريق العماني الذي وصل لمدرية حصوين لتقي مساعدات إغاثية للمواطنين المتضررين ضمن جهود سلطنة عمان لدعم وتخفيف من آثار الإعصار المداري طالب محافظ شبوى الشيخ عوض بن الوزير بضرورة عودة الاستثمارات النفطية للمحافظة وبأسرع وقت ممكن وأكد المحافظ شبوى خلال حضوره مراسيم توقيع اتفاقية تأتيت أربع من مدارس التعليم العام بمدرية عرما بتمويل من شركة OMV النمساوية العاملة بقطاع العقل بالمديرية معربان عن ثقته في استعداد العديد من الشركات لسناف استثماراتها النفطية بمحافظة شبوى حال سنحت لها الفرصة المناسبة بذلك وتشمل الاتفاقية التي وقعها قيام الشركة بتأتيت مدارس أم طار وأم العقل وريدة الخبيلي وبالقيس للتعليم الفتاة والتي أنشأتها الشركات العام الماضي في مواقع متفرقة من مدرية عرما أعربت الجمهورية اليمنية عن إذانتها الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال في انتهاك جديد إضاف إلى قائمة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ودعت وزارة الخارجية للاتخاذ موقف فوري لإيقاف هذه الجرائم سواء في القطاع غزة أو الضفة الغربية والتي قد تعصف تداعياتها بالمنطقة عموما مجددا التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية كسبيل وحيد لإنهاء هذه المأساة الإنسانية وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 8796 بينهم 3648 طفلا و2290 إمرأة وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع إلى 222119 جريح مشيرة إلى أنها تلقت 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن من بينهم 1120 طفل مؤكدا استشهاد 132 عنصرا من الكوادر الطبية وخروج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاذ الوقود وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي مشاهدين النشر انتهت فإليكم أبرز العنوين الرئيس العليمي يتسلم بالعاصمة عدن أوراق اعتماد سفراء جنوب إفريقيا وبولندا وكوريا والمملكة المتحدة وفرنسا الدكتور خالد باحاح يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي بمناسبة تعينه سفيرا بجمهورية مصر رئيس الوزراء يستقبل بالعاصمة عدن السفير الكوري لدى اليمن لجنة المناقصات بحضر موت تقر مشاريعا في القطاعات المياه والصرف الصحي والجسور والمنشآت الإدارية محافظ المهرة يتفقد الأضرار التي خلفها إعصار تيج بمديرية حصوين ويتفقد أعمال فتح الطرقات وعودة الخدمات المشاهدون الأكارم في كل مكان من قناة دعات قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء شكرا لكرم متابعتكم وإلى اللقاء ولكم أضيب استحايا مني ومن طريقي عمل هذه النشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة